وفي مدينة ميلان الإيطالية شهد معهد الثقافة العربية إقبالاً جماهيرياً لافتاً خلال الأيام الأولى من افتتاحه حيث تجاوز عدد طلبات الانتساب إليه أكثر من 300 طلب في إشارة إلى الحاجة لوجود منصة تجمع الثقافتين العربية والأوروبية وتوحد الكتاب والناشرين لتبادل الأفكار وتساعد الجمهور الأوروبي على معاينة جماليات الحضارة والثقافة العربية ويقدم المعهد تجربة ثقافية شاملة تتجاوز حدود التبادل الثقافي إذ يتيح للمشاركين التعرف على اللغة والثقافة العربية واستكشاف مكامل الإبداع في كتب التراث العربي والإيطالي ويعد المعهد منصة فريدة لتبادل الأفكار والمعارف بين الثقافات ويضمن الحفاظ على التراث الثقافي العربي ونشره عالميا الجدير بالذكر أن المعهد تم إنشاؤه ضمن مبادرة من هيئة الشارقة للكتاب بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة